مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل أهلا بكم إلى هذا الستوديو التحليلي من برنامجكم ستاد النهار للحديث عن المباراة النهائية لكاس أمم إفريقيا لأقل من 23 عاما التي ستجمع بعد أكثر من الساعة بقليل بين المنتخب الوطني والمنتخب النيجيري طبعا بعد ضمان المنتخب تأشيرة حضور الدورة الحادية والثلاثين للأولمبياد أولمبياد ريو دي جانيرو التي ستجرى في أود 2016 أول دورة طبعا لأحتقام في أمريكا الجنوبية بعد أقل طبعا بالنصف ساعة الآن المباراة ستكون مهمة بالنسبة للجزائريين للتتويج باللقب الثالث بالنسبة للجزائريين طبعا للجزائر لأنه بعد سنة 1990 بالنسبة للأكابر وبالنسبة لمنتخب الأواسط اللي فاز أيضا في سنة 1979 ضيوف الكرام مرحبا محمد قد سعيد مساء الخير مساء الخير حكيم أهلا وسهلا واحد أيضا لأدولي سابق من أبرز اللابين محمد خزوني مساء الخير مساء النور وآخر من الأفضل ما أنجبت الكرة الجزائرية من الحراس ناسي موسيقى مساء الخير مساء الخير حاليا طبعا حارس أولمبياد المدية أهلا وسهلا بالجميع محمد قد سعيد مهم جدا المباراة رغم تأهلنا إلى الأولمبياد أولمبياد ريو دي جانيرو الآن هدف آخر بالنسبة للنخبة الوطنية بدون ضغط والله يا حاكيم عجبتني واحدة الكلمة في المقدمة تاعك هي التتويج التفاؤل ذلك التتويج لماذا نقول لك التتويج؟ لأنه قريت هنا وشفت هناك في شاشات خاصة يقول لك الهدف مسطر هو تأهل إلى الأولمبياد اليوم فلسفة البارون بير دي كو بيرتا الأب الروحي للألعاب الأولمبية ريو الشعار مشاركة من أجل مشاركة انتهت حاكيم اليوم الفريق الوطني أقل من 23 سنة الحقل النهائي ولا بود يدرع له المستحيل باش يكوز بهذا الكاز لو فاز به يدخل في التاريخ لو ما فازش به انهني واهق أيضا ولكن يدخل بعقلية الفوز وحمد خزروني ظروف مختلفة تماما بدون ضغط بالنسبة للمنتخب الجزائري قياسا بالمباراية الأخرى لو كان عندك المباراة المؤهلة طبعا للأولمبياد كان سيكون ضغط هذه المباراة بدون ضغط في الحقيقة اليوم المنتخب راه تكاليف الريو دو جانيرو هذه حاجة مفيدة وحاجة كبيرة بسكو أبري ترنت سيزون ترنت سيزون اليوم تأهلنا للأولمبياد للريو دو جانيرو وليوم مقابلة ستكون مقابلة شوية صعبة للفريقين ليس حتى الفريق الوطني الجزائري وليوم ناجب لي ربي للفريق الأولمبياد هو في راو في حقه راف كما قال لك في لالونسي تساعد تساعد وكان لرئيسيت عند اللاعبين شفنا كما قال لك منتخب لبس بي فيه فيه دي جان الأوطر شخص بير كل يوم يديروا مقابلة تحهم وتكون فيه تتويج بس ك هذه المقابلات تكون مصيرية تربحها في مكوب دافريق تزيد تكون كما تحافظ للمنتخب الجزائري صح نسيم أنت كحارس دولي سابق طبعا والآن ما زالك تلعب وش تمثل المباراة نهاية بحجم كاس أمم إفريقيا في النهائي لأي لعب أنا بداية الأمر شاطر رأي محمد قد سعيد لأن الفارق لما يوصل للنهائي يبحث على التتويج لأن التتويج في نهائي عنده ثقل كبير يعني عنده يدخل في البارمار يستعى اللعب لأن كاس إفريقيا يعني المرة الأولى اللي يشاركوا فيها هدو اللعبين الحمد لله هدف المسطر اللي كان مسطر الفارق الوطني الحق له لكن لازم ما دمرنا في النهائي لازم علينا يعني يكون تتويج باش تكون فرحة فرحتين إن شاء الله طبعا هذا ما نتمنى من المنتظر محمد قاساعد أن يلعب المنتخب الوطني بنفس الطريقة بنفس العناصر اللي ربما لعبت أمام منتخب جنوب إفريقيا في نصف نهائي أنا أقول حكيم المقابلة المثالية للمنتخب الوطني تعقل من 23 سنة هي المقابلة الأخرى تعجنوب إفريقيا لأن المنتخب شفناه يعني من حتى تساعدي شفناه ضد مصر كان ربما كان فيهم الشك نوعا ما ولكن بعد المقابلة تعما صرت شفناه الفريق بدأت تحسن من مقابلة المقابلة وشي المهيب يا حاكم التصريحات على اللاعبين ولا مرة ولا اللاعب سمعناه قال اليوم الملعب الأرضية الحرارة الرطوبة يعني تأقلموا بسهولة مع الأجوات تعسين لماذا راجع هذا محمد قاساعد ربما راجع للمدرب شورمان لنحييه لأن هذا المدرب أيضا ما جاش بش يتكلم جابه يعمل وراء ويعمل ولا مرة هو قد تصريح حتى على النارية ما سمعناه ربما هذي اللاعبين شافوا المدرب بتاحهم ما تكلمش على هذي الأشياء وما قلن ما تكلموش التأقل بتاحهم كان بسهولة مع أجواء أفريقية لا لديش علاقة سمحني محمد قاطعتك لا لديش علاقة هو أن اللاعبين ينشطوا هنا في البطولة المحلية وبالتالي متعودين على كل هذي الأمور وعلى المشاكل الكثيرة اللي متعودين يواجهوها سواء ما على عندياتهم أو حتى مع المنتخب لا ما نضعش حاكم عندها علاقة مع هذي الأشياء لأن لو نشوف المنتخبات الأفريقية لما اللاعبين تاحهم اللي ينشطوا في أوروبا وزيدين في أوروبا وعايشين في أوروبا لما يرجعوا البلد الأمة ديالهم ما عندهم حتى مشكل هنا نحيي هذي اللاعبين ديالنا لأن الدو يعني بطولة رجلية ونتمنى في النهائي لأن كما تكلمنا سين ستدخل في التاريخ وخاصة اليوم اليوم حاكم فيها منحات لباس بها فيها أموال كثيرة يعني راح يكون حافز قبل ما يكون حافز المالي يكون حافز الوطني طبعا قبل ما ندخل للمباراة الحديث على المباراة أمام منتخب نيجيريا اللي سبقنا وأن واجهناه طبعا في الدور الأول نحن نتحدث الآن عن حضوضنا تبدو وفيرة محمد خزنوني بالنظر إلى المستوى اللي أظهرناه في الدور الأول لأنه تذكر جيدا معي لعبنا أمام منتخب مصر صحيح أننا لم نكن بالمستوى ربما الكبير اللي كان ينتظر الكثير تعادلنا ثم فوز على منتخب مالي بثنائية ما رأى تسعودي هذا هو يخلي ربما حضوض المنتخب وفيرة مراي شوف أخي حكيم أنا أقتلق باللي المقابلة تلعب مقابلة مقابلة ولبالك مادم تلعب مقابلة ويكون فيه فيه فوز اللعاب يبدأ يدير فاديك لك مقابلة لو كان نشوف باللي كان مقابلة حتى المقابلة اللي لعبناها ضد الآفريق ديو سود صدير نجمو قلو كانت عدنا شوية لاري جيسيت كنا لازم نسجلهم سجلنا الهدف كان المنتخب المنتخب جنوبي في القيا كان حبي يزيد يسجلهم كذا زدنا لهم لدوزين بيت سيكم ساسباس هاكذا في الكرة القدم احنا باش منضخموش الشباب بتوعنا باش منكبروش هي صحرة مديرنا قران تورنوا يطيهم الصحة هذا الشرف للجزائر لأنه من خرج المدرسة الجزائرية ولو كان مامنا لو كان ندير سؤال تاني لو كان هذا المنتخب الجزائري هذا يديروا دفعات يحصلوها في تيران ويحصلوها في السمش ويحصلوها في سخانة في الميديتي دوك لم يكن نرى اليوم ما نرى منتخب شاب لابس به فيه ذراري إلى بوكورة لابس به شاب حتى لازم لهم مازال كأننا خدمة كبيرة وما زال ما نقولوش هذا ستانيكس بوا الذي دارته المنتخب هذا ستانيكس بوا ونقول باللي أنا شورمان هذا المدرب رو يدير فيه عملته وكما ينبغي طبعا قبل ما تحثوا على شورمان وأيضا ما قاله في آخر تصريح طبعا في الحصة التدريبية نسي أسري في مثل هذه الظروف وش يقدر لازم يعطي له المدرب وانت كلاء بسابق وش خلينا نوضع نفسنا في نفس الوضع تعلق اللعبين الأمور اللي ربما رح يركز عليها المدرب واللعبين الشي اللي يتكلم عليه كثير هو يعني الشي بسيكولوجي يعني اللعب لما يحقق الهدف بتاعه المسطر ربما رح تكون عنده ثقة ثقة كبيرة وتكون ثقة يعني نوعا ما زيدة يعني نقول وحنا هذه ثقة زيدة هي اللي اللي تخليه ربما في النهائي ما يفوش بالنهائي وما يلعبش كما المقابلات للعبهم نظن أن المدرب رح يتكلم مع اللعبين يزيد يحفزهم مدام لحقوا للنهائي ربما يزيد يكلمهم على تتويج باش يدخلوا في تاريخ لأننا تخلنا يعني في تاريخ بتأهل لتعنا لما كناش ننتظره اليوم نقول باللين المدرب رح يركز على ناس كوتي بسيكولوجي الحال النفسية ولكن أنا حبيت نعرف لأنه ما تقدرش ربما يكون بالشي بالعكسي لأنه الآن حققت الهدف الوبجيكتيف خلاص يحقت له وسط الأولمبياد ما يكون عنده خلاص هذك الانخفاض فردت وذيك القوة اللي تكون لعبية هذه اللي لازم تكون عند اللعب الجزائري لأنه عند اللعب محترف ما عنده هذي يعني عنده مقابلة يكملها في 90 دقيقة بقوة أو يعني بوجه مليح يعني إحنا عندنا في اللعب الجزائري هذاك لما يحقق يلحق الهدف يعني وش راه جاي كامل لذيك راه جاي زيادة إحنا نتمنى أن هنا اللعبين تواعنا اللعبين المنتخب الأولمبي يظهروا بإحترافية لأنهم اليوم مدام يلحقوا للنهائي إن شاء الله يتوجه به إن شاء الله هذا التخوف لأنه يقول لك اللعب الجزائري يلعب منح لما يكون تحت الضغط عدنا أمثلة سابقة نقوله لما المنتخب الجزائري يلعب مع المنتخب مصري في 2009 كان ذاك الضغط ناسيمي يتذكر جيد هذه الأمور ضغط كبير شحنة كبيرة لما يلعب بدونه ربما بدون ذاك الضغط يحس نفسه خلاص يعني ما يتقدمش شحنة أخويا أحب يتخل باللي هما يوصلوا الشيء اللي كان يحاوس لي على بشيت كاليفة والريو جانيرو ولكن ما يخفى لك هذا اللعبين سيدي جون لك تبقى خدمة المدرب أنه هو الكوتي السيكولوجي الذي يحضر له هنا سيكون بكو بلس لأنه لم يتقدم موضر بعد موضر موضر مقابلة ضد الفريقية اليوم سيقول لهم يجب 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 محمد في نفس السياق سامحني على المقاطعة شرمال متخوف من التعب والإرهاق بعد خوضهم أربع مباريات تعرف الدور الأول في ظرف عشرة أيام بالإضافة إلى عدد من الإصابات اللحقة عدد من اللاعبين هذه الأمور ربما قد تؤثر على المنتخب في الحقيقة تؤثر يعني لأن يجب عدد من تأثر لأن لأن يجب في الكرة في ناسيم يجب لا يقوم لهم لا هذا يجب و يجب ويعرف ما هو الذي يرام بليسي ويعرف ما هو الذي يرام بليح وإن شاء الله يؤدوا مقابلة بها نسيم هنا في هذه الظروف المحاطة خاصة مع التصريحة الأخيرة عودي بير شورمان يتحدث على التعب والإرهاق بعد خوض أربع مباريات في عشرة أيام هل من الممكن أن نتصوروا أن يعطيهم نصائح تسير المباراة ربما بعدم الدخول في الصراعات الفردية بقوة تسير المباراة ما رأيك؟ صحيح كي يكون الفريق كان تحت الضغط في بداية البطولة يعني نظن المدرب راح يتكلم مع اللعبين وما يخليهم شي يغمروا في بداية المقابلة لأننا نعرف المنتخب نيجيري عنده لعبين يمتازوا بقوة بدنية كبيرة ونظن أن اللعبين بدلوا كل مجهودة يعني في المقابلة الأخيرة اللعبوها ضد جنوب إفريقيا نظن راح يلعب بنفس طريقة هجومة معاكسة نظن راح يخلي الفريق الآخر الخسم هو ليغمر باش يدير اللعب ونظن هذه هي اللي راح يكلم بها اللعبين جميل جدا ناسيم أذهبوا إلى محمد قاسعيد محمد قاسعيد من خلال التصريح الأخير لمحمد الوروة التصريح الإذاي قال لك أن اللعبين أدوا مهمتهم وأتموا مهمتهم بتحقيق التأهل ما يقدرش يكون هذا التصريح ربما مغالط بالنسبة للعب ينقص لهم من هذيك القوة؟ لا يقدر يكون مغالط حكيم هنا مفروض كان يعاود يدير عليهم الضغط آخر ضغط إيجابي شي ضغط سلبي لأنه لما كنت الحق للنهائي حكيم الأفضل هو تفوز بالكاس تتوجي به لشي تكلمت على الإرهاق والتعب لما تكون في دينامكية الفوز ما كاش إرهاق وما كاش تعب حكيم هذي اللعابين خاصة تكلموا على المحليين هذو ما لما تحكمهم فرضيين عندهم إمكانيات كبيرة لما تخرجهم من نادي ديرهم ولكن لما ترجعهم للنادي راح يقول له يعني لعبين عاديين خصوص هذه النقطة أساس محكاة المقطعة صحيح ربما ما تقولوا لأنه ناسيم يتذكر جيداً معه 2009 مع المنتخب المسري في أربعة أيام شوفه ما يعطينا صح ناسيم؟ صحيح بك الشكل يكون ضغط كذلك يكون ضغط سعود إليك محمد ذه راح اللعب يتحرر يمد يعني تكون عليه إمبريسيون يمد كل الإمكانيات اللي عنده يمدها في المقابلة هذيك بش يتحصل على نتيجة هو نفس المجال ربما ليسراء سنة 2009 للمنتخب الجزائرون المتخب المسري نفس يعني نفس ضغط فضل محمد سبحاني لا أقول لك اللعبين المحليين تعنا لا تحكمهم فرضيين عندهم إمكانيات لما تخرجهم من نادي وتجمعهم في منتخب نعم يكونوا لعبين أقوية لو أسألك أين قوة المنتخب اليوم قوة المنتخب في المجموعة لأنها فرضية تقلت لابس بها ورغم أنه قولوا البطولة تعنا فيها وعليها لما ترجحهم للنادي عودوا لعبين عاديين نقولي لك المقابلة تعنيجيريا اليوم نيجيريا تعرفنا والجزائر تعرف نيجيريا خاصة لعبنا معهم في الدور الأول وكانت مباراة تقريبا بدون ضغط لأنه كان يلزمنا تعادل من قدرون تأهله ولكن كنا نحاوسوا على المرتبة الأولى اليوم المنتخب الجزائري عنده الهاوية دياله عنده الهاوية دياله يعني الإدنتيتيت يعني الفوتبولة جرال رأي موجودة في هذا المنتخب هو ما لا نجده ربما في المنتخب الأول ما رأيك في هذه الفترة لا نجده في المنتخب الأول اليوم هذا المنتخب يعرف كشيع بالكرة ربما الجمهور يسألك محمد يقول لك وش تقصد بالهوية تعلمون تخب الأولمبي الهاوية تعلم اللعبة الجزائرية يعرفها محمد ويعرفها ناسيم هي نستنى الخصم وننتلق بهجومات المضادة لأن عندنا إمكانية تعلم اللعبين مهرين يعفوا يراه وعندهم السرعة ولهذا نستعمل هذا الشيء هذه هذه الهوية الجزائرية ما تقدرش اليوم تلعب المنتخب الجزائري خاصة للمحل الأولمبي بطريقة فرنسية أو في سويسرية أو ألمانية من المستحيل حتى ولكن المدرب اللي عندك فرنسي هو لازم يتأقلم اليوم تكلمنا في الحصة الماضية قلنا هذا بير أوندري شورمان هو اللي يتأقلم مع أجواء المنتخب الجزائري ومع اللعبين الجزائري ما رأيت محمد في هذه النقطة هل بالضرورة أن يتأقلم المدرب مع اللعبين مع المنتخب اللي يجي له أو هو ينقل فلسفته لهذا المنتخب لا هو كما قال محمد أنا عندي نظرة واحد أخرى صدر الله كان تشوف منتخب بتاع الجزائر هدا منتخب بلبس به عنده فرضيات كبيرة عنده إمكانيات باش ينجم يكون عنده حتى كلمته بلوطار إن شاء الله ولكن المدرب هو اللي يمشي هو اللي يمشي للجروب هدا كيفاش يدلو هو شاف باللي عنده ديجا يونيدي على الفريق الوطني وش صراحة المدرب كوركيف وش صراحة المدرب كوركيف وش صراحة أنه حتى عانا من نحية الطاكتيك وكذا اليوم يقول باللي أنا لازم نتماشى على حسب اللعبين عندي شاف باللي عنده إمكانيات كما قال محمد شاف باللي عنده اللعبين يتمشوا علي الأجنيحة بسرعة شاف باللي عنده إمكانيات شاف باللي كذا تمشى الحسب المجموعة المدرب لليلها باش يدير الحاجة يخرجة على القرب ما يديرش حاجة ليدها ضد الطبيعة ذلك هو لا يلعب كات 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 وليه لا يلعب كات 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 هو يشوف وش حب الخطة المناسبة اللي يديرها اليوم اليوم الريوسة ولو سامحت محمد هذا دول ناخب الوطني الريوسة دار فريق وجهه داره في أمارش ربكت له شاله محمد لو سامحت لي محمد اليوم تكلمنا عن اللعابين لو تكلموا عنهم فرضيا نقول لك عندنا في مستوى عالي اليوم نشوف اللعب شيتا تعملينة الجزائر يعني إنسان دكي نشوف عنده الدكاء في اللعب ذي وحكيم يشوف اللعب قبل من اللعابين الأخرين ويقرأ اللعب قبل من اللعابين الأخرين أنا هذا اللعب نعرفه لأنه كنا في الأكاديمية كنا خطرناها خرجناها من المولودية خطرناها باش التحقب بالفريق الوطني وأنا عارف محمد كيف كثير محمد سامح لي من المنطقة الوسط اللي انتا كنت معهم يعني اللي اخترتوهم كيف كثير اللي يرون الان في الأكاديمية كين موجودين وأنا عارف محمد بلي انتا عندك علاقات مع الأب دياله هاد اللعب كيفاش كان في خمس مليانة وكيفاش ننتقل للمولودية صح محمد خلي يعطينا دك فيما يخص اللعب شيتا أنا اللي جبته هو من الخمس مليانة اسمح لي هو من الخمس وبابه سيتانامي ومن العيلة متواضعة والطفال هادا جبته انا جبته وديته المولودية ذا كل وقت كان علي بن شيخ هو اللي كان في لديتيات بكييس في لديتيات المولودية العاصمة امشيت حتى الملعب دراريا وانا حطيته له قلت له هذا الطفال عنده دياليتي علي بن شيخ اللي نشوفوه قلت له هذا مكان لها تشوفوه قلت له هذا نشتو قلت له هو الحق عليه قلت له قلت له قلت له قلت له لا موضوع تخلي اللعب دار لزي سيتا وقلت له لماذا يمح قلت له ندخل لأم ممح نشوف وندخل قلت له قلت له هذا الله ما يروح ماذاك الدربة بدأت تفليل في المولودية العاصمة انا نقصيت مع المولودية العاصمة باش انا نقولها لك ديركت باش حاجة لا تختفع حاجة لا تختفع هذا ما زال عندي علاقة حتى اليوم رايه باتلي في في تصور في سينيغال وحتى الان ومن هاي تربية عالية المولودية عطاولوا قالوا تكري أبارتو قالوا لا 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 في الوتيل ومن اوديتها تحب تسقسي عليه تفليل على الفوتبال عنده عنده حتى راه بزاف كونفواتي باردي كلوب من جبش نسميهم لك ان شاء الله تكون عندنا حلقة ودخرة وره قلبه هو يحكي لي قال لي باللغروب اللي رانا فيه قاعد رأي يلبس بهم قاعد عقلي قاعد حبينا يلعبوا باش تشوف ما نقوش باللي عنده اكتوال مو مكان في الآو باش قاع ان شاء الله هذا القروب اللي تشوفيه ان شاء الله هيدير يتابعوهم ميخلوهم شيروحوا هكذاك باسكو سيدون ماش لو كانتشوف لعابين كما هادو قاعنا بالخماسة بفرحات حتى القرديان صالحي ما شاء الله ينجب حتى يكون في الآو طبعا قبل ما نتحدث عن الحارس قبل مصطفى مروحوا ربما المباشر آخر من حي العناصر نشوفوا الأجواء اللي مع المنتخب هناك مع زمينة فاروق نسيب بالنسبة للحارس هل تحس انه صح لانه انتقادة كيرة كانت للحراس المحليين يقولك انه بدون فريق يبقى يقدر يكون حارس أساسي هنا الحراس الأساسي هنا الحراس اللي في المنتخل يروح المنتخب يقولك ما كان ويلو رغم انهم يتدربوا ولكن ما يقدروا يلعبوا كأساسيين حول هذا الحارس البعض يقولك انه عنده ميزات لي أهلوا باش يقدر يكون في المنتخب مستقبلا بالنسبة للحراس المنتخب الأولمبي كان تلت حراس يعني تلت حراس في المستوى وينشطوا في القسم الأول وقسم الثاني للحارس الصالحي اللي ينشط في القسم الثاني عندهم إمكانيات إمكانيات كبيرة ولكن هذو الحراس لازم لهم متابعة يعني من ضرف المدربين تاحهم في الفيرق لازم يعملوا أكثر ويعني عندهم حظوظ كبيرة باش يكونوا في المنتخب الأول لأن الحراس يعني الان اللي لازم تكون عندهم متابعة وتكون عندهم يعني دي كونفوكاسيون من الفارق الأول سمحني ناسيب سألتك هذا السؤال يقول لك أنه الحراس تأليرا في المنتخب أو اللي أحيانا يروح المنتخب يعود ما يستدعيه مش يقول لك مشكلته مؤنومة ومش يخدموا في فرقهم هذا هو المشكل ما يطرح يعني في السابق ما كانش مشكلة حراس في المنتخب الوطني صح يعني من اللي نشفعنا يعني الحمد لله ما كانش حراس نجيبوهم إلى يلعبوا في فرق أوروبية أو إلى كان الحراس محليين أنهم اللي يكونوا في الفرق الوطني آآ اليوم ربما 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 أنا وشفت أن المدربين يعني مام دي زونسيان وطرينار دي زونسيان غارديان يعني مام يديروا مهنة تدريب يروحوا للتدريب يعني الرئيسي يعني 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 أنا كحارس كحارس نتمنى أني نكون مدرب تحراس مرمى ما نروحش نحكم فارقة أول ولا يعني مدابي يعني الخبرة اختصاص خبرة اللي كسبتها وخبرة اللي نعطيها الأجيال القادمة يعني باش ننخرج حراس يكونوا في المستوى يكونوا و لهذا الشي نظن نبلي يعني المستوى ربما تعالى الحراس نقص نقص في الفرق لأنهم يعني يعني ما مرؤساء الفرق والمدربين يعطوا اهتمام كبير للمهاجمين ل وسط الميدان وممتش رغم أن الحارس في الفارق هو سبعين بالمئة من الفارق طبعا هذه النقطة اللي ربما خلات مستوى الحراس حاليا ما يظهروش كثير عدد من الحراس بارزين يعني ما نشوفوش حراس ما كاش حراس يعني 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 نشوفو نفس نفس الأسماء صح يعني تشوفوا انت الآن زماموش يعني دوخم ما كاش احنا نتمنىو هذا صالحي مم الحارس اتحاد الحراش يعني رمجين يعني في طارق صحيح إن شاء الله يعطوهم شعال يعطوهم يعطوهم إمكانية في التدريبات ويعطوهم يعني الفرصة باش يكونوا في المتاخب بالأول إن شاء الله أنا بركة نزيد نقول نعم هلاش اللي غارديان كما هادو تشطف البطولة الجزائرية هلاش كي كن كي نادي قال هادو كرخيدي ما عليش يزيد هادو اللي غارديان ايطلهم بلا ما يديهم ما عليش يشوف الامكانيات في هادو البريود اللي يكونوا فيها هادو فرصة فم تكون عندو ميزة لهادو اللي غارديان يتبعهم ديجا تكون عندهم طريقة انهم يدربوا مع المدرب حراس بتاع الفريق الوطني وفم يشوف هادو اللي حبيت نزيد هادو محمد طبعا قبل أقل من عشر دقائق على المباراة النقاط اللي راح تلعب عليها هذه المواجهة بين منتخب نيجيري منتخب جزائري يعرفوا بعضهم بعض تلاقاوا في الدور الأول النقاط اللي راح تلعب فيها هذه المباراة النهائية هي مكاش نقاط كبيرة هي راح تلعب على جزئيات وفرديات هذه اليوم يظهر لي اليوم الفرديات من جانب منتخب الجزائري أو منتخب نيجيري هم راح يصنعوا الفارق لو يكون الفرديات تعنا في أحسن أحوالهم نتكلم على فرديات كما بو خماسة ولا فرحات ولا مزيان ولا درفلو لو يكونوا في نهارهم نظن هذه الفرديات اللي راح تدير الفارق بيننا وبين نيجيريا ما يصنعش محمد خزروني مشكله ربما وأنه القوة البدنية بالنسبة للمنتخب النيجيري قياسا ربما بالمنتخب الجزائري اللي بنية تاحم ربما مش كبيرة وإن كانت هذه المعايير قد لا تحسب كثيرا في زمن وصلنا الـ 2015 وقت ربما لا تحسب لو عنده ميسي وعنده أسماء في البنية المورفولوجية ما تصنعش فارق في أفريقيا حدثوا في أفريقيا طبعا ايه كاين الفارق النيجيري فارق ضخم عنده لعابين عندهم شوية القوة وكذا ولكن كما قال محمد أنا نشاطر محمد بزاف هذي الكلام اللي قاله هذي قرة قدم هذي فنال لكانت لعابين توانى في نهارهم وكانوا كما قال كما عودونا على الماتش اللي جازو ما يجوزوا عادي إن شاء الله يربحوا المقابلة خاصة محمد حاكم البنية نعم المورفولوجية كان العدو تاح الواحد والدكاء دكاء كيف دكاء اللعبين من الزائري طريقة تسير المباراة تقصد؟ الدكاء تسير المباراة والدكاء تحن في اللعب لأن لما تسيب واحد عنده بنية كبيرة لا تقدرش دخل معه في معركة وفي صراعة استعمال الدكاء تاعك ونظن محمد من السمي شاك لا لابسه يكونوا ناطيك حاجة يكونوا خايفين هما من منتخب نيجيري يكون خايف من منتخب الجزائري المقابلة لا تكون مفتوحة لا تكون مفتوحة تكون فيها شوية صعبة ومن بعد تنحل حتى تدير الجوار كما قال محمد المور لا تكون مفتوحة من المتخب الوطني من المنظر ربما يلعب منتخب وطني بنفس الطريقة يلعب معها جنوب إفريقيا ولا تعتقد أن ناسيب أنه سيغير مدام المنتخب عرفك في المواجهة الثالثة في الدول الأول لا أعتقد أنه يغير الطريقة لأنه لا يتعود لا يتعود كل المقابلات من نفس الطريقة لا يتغير يكون تغير في اللعب ورح يلعبوه هجومة معاكسة محمد قد سعيد المنتخب تحسن من مباراة لمباراة تحس أنه ربما بعد أربع مبارايات أنه المنتخب حاليا المنتخب الأولمبي وصل للمستوى في إفريقيا يأهل وبيش يفوز بكاس أمام إفريقيا والله يا حاكم قبل بداية الدورة نقول لك ولا واحد واحد فينا راهم دينار صحيح لا نقوش مليون ولا دينار واحد ما نحطوش على المنتخب هذا ولكن لما تلقت الدورة شفنا المنتخب تحسن كثير وعلى سبيل المثال المقابل المثالية اللي جرى أمام جنوب إفريقيا تبشرنا بالخير نقول أنا اليوم نتكلم ما الأمور اللي قدرنا نشوفوها في جنوب إفريقيا المباراة اللي كانت حاسمة تعرف شفنا كما تكلم في البداية يا محمد كانت عندنا زوج فرصة جنة زوج أهدافنا فعالية يعني فعالية مية بالمية جميل ولكن شفنا نتكلمش على الأهداف يعني الخطوط الثلاثة كيفش كانت منظرة يعني الدفاع وسط الميدان والهجوم كانوا منظمين ما شفناش الجنوب الإفريقي دار يعني خطورة على الدفاع تعنا وخاصة لما يكون عندك حارس كما صحي وينخرج كورا يعني كانت سحونا نقول بالله للمنتخب يبشر للخير طبعا مصطفى بيشعر في ذكر معنا طبعا قبل خمس دقائق عن بداية المباراة المباشرة إذن لم يجهز بعد مع الزملاء حتى نعرفوا ربما الأجواء من حي العناصر هكذا إذن محمد خزروني بالنسبة للتشكيلة الأساسية ربما ستكون بنفس طبعا نفس الأسماء اللي لعب بها الحكم الساحة سيكون حمدا موسى نامبيان درازة من مدى غشقر يساعدكم من ناحية محمد ميناء النيجر وأوليفي سافري كابيني من الكونغو الديمقراطية فضلا على المغربي رضوان جياد في منصب حكم رابع الأمور هذه أكيد لا تطرح بالنسبة للتحكيم خاصة وأن الجميع يشاهدوك في مباراة نهائية لا نظن إن شاء الله ستكون الحكام يديروا مقابلتهم وإن شاء الله هذه السنفينال ما ينجمش كما قلت ما ينجمش عنده ناس يتشوفه وقال العيون قاعدة في عشر ثواني الناس تتوقع النتيجة كم؟ إن شاء الله نتأهله إن شاء الله نفوزه بهدف السفر محمد؟ إن شاء الله نتأهله إن شاء الله نفوزه باللقاء محمد؟ نتيجة صعبة شكرا لكم مشاهدي الكرام بعد أقل من أربع دقائق المنتخب الجزائري سيواجه منتخب نيجينيا في نهاي كاس أمم إفريقيا وتوفق نتقي بعد المبارد السلام عليكم